توقف عند أبجديات الوصول لحالة تسكية تسكية النفس الرجوع للتصوف هل الحل في الرجوع إلى التصوف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا طبعا احنا في الفترة السابقة احنا عندنا مقسمين غرض وجود الإنسان لو عدة أغراض أول حاجة عبادة الله ومعها عمارة الكون ومعها تسكية النفس فعبادة لا تؤدي إلى عمارة الكون ولا تؤدي إلى تسكية النفس لا عبادة وعمارة الكون من غير عبادة كالشكل المجسم الخاوي من الداخل وأخلاق لا تؤدي إلى عبادات وإلى عالم أو عمارة الأرض ادعاء فالتلاتة زي بعض متلسقين مسلس 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 سلسي كده أيوة فوق هنعمل حضرتك نخليها هي تسكية النفس قمة المسلس قمة المسلس تسكية النفس وبعدين هنا العبادة وهنا عمارة الكون عارف قمة المسلس هو تسكية النفس له لأن أقول لك هو سيدنا النبي صاصم لما وصف في القرآن وصف بإيه وإنك لعلى خلق عظيم وتسكية النفس هي الأخلاق العظيمة فلذلك لما جت الطيرات المتطرفة لما جيخ المتخصصين لهم عملوا عبادة حقيقية ولهم ساعدوا على عمارة الكون بل يريدون أن يرجعوا بنا إلى القرون الأولى بالبيئة التي كانوا يعيشونها وضى ضد التطور ضد سنن الله في الكون ومن سمأ الأكثر فرطوا في تسكية النفس فيتهم الآخرين ولا يتهم نفسه يبقى هنا هذه العبادة اللي هو الرقم اللي تحت هو تمحور حوله اللي في المسلس تمحور حوله حتى فعله بطريقة غير صحيحة تشدد فيه تشدد فيه على نفسه وعلى غيره فأصاب نفسه بالمرض النفسي وعدم الاتساق مع النفس واصاب الآخرين بالتشدد وفي نفس الوقت بعدم المصداقية فيه بعد أن سقط قناعه يبقى ما عندهش عمارة الكون لأنه عاوز يعيش في 14 قرن القديم وده مش معناه لا صحيح إن احنا نزم العصر صدر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين وعصر الصحابة أبداً ده هما ما فهموش القرون دي فيها إيه يعني تهم فهموا احنا بناخد فهمهم للعيش وبنعيش بيه في كل زمان ومكان وده النصحة أن تأخذ فهم الخلفاء الراشدين والتابعين والسلف الصالح وتعيش به مقتضايات حياتك وعصرك بما يحقق مصلحتك وبما يرضي ربك المنهج ده المنهج أيوة يبقى هنا حضرتك أهو عشان نقول عشان حبيب بتسأل إيه وإحنا أسباب بقى زار التكفير والجحود اللي حصل والتفسيق والتبديع غياب التصوف احنا مش عن سميه تصوف عن سميه تسكية عن سميه مقام الإحسان عن سميه مقام التقوى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقودنا يعني هنا هنعرف وهنوقف على معنى حقيقي لكلمة التصوف عشان البعض اللي ليه أزمة مع كلمة التصوف لا أعرف المعنى الحقيقي عشان تزيل هذا اللبس وهذه الأزمة آه لأول ما تلاقي واحد ساحب خلق اعرف أنه واخذ حتة من مقام الإحسان تمام عنده تسكية نفس عنده شهد تقوى عاوز تقول عليه ما التصوف أقول خلاص احنا مش نوقف مع الأسماء صحيح المهم بالمسميات بالمضمون الله آه فاحنا لما نشوفه كده يبقى لإنه عرفه التصوف قالوا قالوا هو التخلي تبعد عن كل خلق دني دني سيء قبيع والتحلي بكل خلق سني الله قالوا التصوف اطراحوا حظ النفس مع بقاء حق الرب عز وجل الله وحق الآخرين لما تقرى كده معاني التصوف بس هي المشكلة إن الناس بتاخد التصوف من ناس مدعية للتصوف لا التصوف عمل عارف التصوف ممكن لمحوره في حكتين حضرتك قلتهم في المقدمة إيه هي يبقى إذا لم يكن لكلامك فائدة فاسكت فليقل خيرا أو ليصمت فإذا وجدت له فائدة يبقى هنا فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا يبقى سكوت أو قول وفعل سديد إن عملت كده يبقى أنت رفل صوفي يبقى أنت من صاحب مقام الإحساد يبقى أنت صاحب التسكية الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها الفلاح كله اللي يزكي النفس ومقام التسكية لذلك لما وجد بقى إطارات التكفيرية والتفسقية والتبداعية دولا كان بسبب إن ما عندهمش حتة تسكية النفس بيعملوا بأشكال العبادات لا بروح العبادات فييجي توقف جنبيه في الصف يقول لك خلي نجلك مجزوعة كده ويتعنت معك في الوقوف ييجي ما في الصيام أو في اللبس يقول لك لازم تدبس الزيل فلاني ييجي في أي حاجة تليبه تشدد فيها أقول له ده الأمر أهوا من كده أنت لا ترى الأشكال وإنما ترى رب الأشكال اللي هو الخالق سبحانه وتعالى أنا مش بشوف الحركات بتاعتك أو عتفتكر إن بصراتك الرقوع سجد بس لو خلي من التسكية لو خلي من انت لله عز وجل حقيقي والتسكية دي معناها إيه أبقى رحيم بأخي الإنسان لو خلي من كده دي بالصلاة أنت تعبت نفسك لذلك قال من لم يدع قول الزول والعمل به الكذب هو صايم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراره يقول له سيب بقى الأكل والشرب أنت سيب أكلك والشربك وما بتكونش ليه في الصيارة ما أنت بتكذب ده أنا بخليك تصوم أصلا عشان ما تكذبش ولا تقول قول الزول ولا أي شيء منه لذلك هذه المعاني الرائعة يلخصها معنى آخر من أقوال علمائنا كما علمونا صفة النفس فتصوى شكرا